شروط النظام والمعارضة في سوريا تبدد سحب التفاؤل بقرب عقاد جناف اثنان والمعلم يقول ان اي حل سياسي في ظل استمرار دعم الارهاب هو تضليل يوم دام في العراق يسقط عشرات القتلى والجرحة في بغداد بعد يوم واحد من هجمات داعش الانتحارية في اربيل روحان يأمر بالبدء باجراءات استئناف الرحلات المباشرة بين ايران وامريكا والتقارب الامريكي الايراني ابرز من الثات محادثات نتنياه واباما في واشنطن اليوم الصحية البرلمانية تناقش ثلاثة اقتراحات بقانون بشأن التأمين الصحي والعبثان يسأل وزير التجارة عن اسباب عدم تفعيل قانون منع الاحتكار مجلس الوزراء يطلع على تقرير وزارة الداخلية حول نتائج انتخابات المجلس البلدي وصير عملية الانتخاب في كافة الدوائر الانتخابية ولمزيدنا الاخبار تابعونا في نشرة الثامنة والنزل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر